بما أنه دائما قناة النهار الرأي والرأي الآخر يحطر معنا مدير الإعلام لدى الدوان الوطني للتقافة والإعلام السيد سمير مفتاح سيد الكريم أهلا وسهلا بك وقد تبعت معنا التقرير طبعا محمد زميلية ربما ما تعليقك على التقرير وتعليقك على ما حدث بكل موضوعية سمير أكيد لا يمكن أن نقول أن نغطي الشمس بالغربال هذه حقيقة هذه أصور منقولة حقيقة لكن هي حدثت خارج الفضاء المسرح يعني خارج الكواليس خارج المكان الذي نحن مسؤولين فيه كان الفنان قد وصل إلى السيارة هناك جهات معينة توفر الجانب الأمني لهذا أولا هذا لن نتحمل مسؤولية هذه الصور مئة بالمئة قد أقول مئة بالمئة ثانيا قدمنا للزملاء والزميلات الإعلاميين ندوة صحفية مع الفنان في ذاك المساء والفنان قدم حفل تقريبا ساعتين وهو على الركح وكان المناجر الفنان قد طلب أنه ينزل مباشرة إلى السيارة إلى السيارة من أجل تنقله إلى قساطينها نعم طيب في هذه النقطة سمير ربما المناجر نعم له كلمته لكن كذلك الديوان الوطني تقفى إلى الإعلام له الكلمة ربما كلمته ربما تفوق كلمة المناجر لأن الديوان من قدمت دعوة للحفلة الديوان هو من يدفع لهذا الفنان الذي يغني حتى هذا يخضع لشروط أنه يتعامل مع وسائل الإعلام يجيبهم على الأسئلة المفروضة لكن هنا المناجر كان مسيطرا أكثر مسيطرة الديوان لكن هذا هو الشيء الذي حدث كانت هناك ندوة صحفية مع أن كان هناك تكريم في نفس المساء كان هناك تكريم للأسرة الإعلامية كنا نتمنى أن نرى هذه الرسالة أيضا الصور الجمالية لا نركز فقط على ربما خطأ أو شيء سلبي وقع في مدة عشرة أيام من مهرجان يعني حقيقة صنع الحدث وخاصة حتى الشعار المهم الذي كان شعب واحد ووطن واحد ربما نريد أن نرى الصورة الحقيقية للجزائر وجمالياتها من خلال لكن هذا شاذ جدا والشاذ لا يقاس عليه أما بالنسبة للفنان أنا قلت في الندوة الصحفية وتكلمت مع زميع الزملاء والزميلات الإعلاميين أن الفنان ليس ملزما حقيقة ليس ملزما حتى العقد ليس ملزما بتقديم ندوة صحفية ولكن الفنان عساف قدم ندوة صحفية لمدة ساعة وكان متعب لهذا في هذه النقطة سمير عساف قدم ندوة صحفية ربما لساعة من الزمن سأل الصحفيين كل ربما الأسئلة المفروضة لكن هل ترى أن سؤال ما رأيه في الحفلة ذاتها تجاوب الجزائريين فيها ما رأيه في صحرة التي قدمها هل يمكن أن تطرح في أكناء الندوة يعني هناك أسئلة لابد أن تطرح على الفنان بعدما أن ينجز حفله حتى يقدم الصورة التي عمل بها الجمهور أو حتى المنظمات هذا شيء جميل ربما حتى التلفزيون الجزائري الذي هو شريك لما نزل الفنان على الرقح كان هناك تلفزيون الجزائري وكانت هناك أيضا قناة خاصة اختاروا الزمان والمكان اختاروا الزمان والمكان أما باقي الزملاء وللأسف كان عملية قطع الطريق على الفنان ركوب والسيارة هذا هو الشيء الذي حدث وفقت ألا ترون أنه ربما حتى النحية التنظيمية خصوصا فيما يخص وسائل الإعلام هي من ضمن مهام الديوان الوطني التي تقفأوا الإعلام لأنه الفنان يوضع في مكان خاص حتى يتمكن تتمكن كل الأسراء الإعلامية خصوصا القنوات العامة أو الخاصة من استجواب الفنان حتى لا تكون فيه مفارقات لأنه ما وصلنا أنه فقط سمح للتلفزيون العمومي كونه شريك وقناة خاصة بدون ذكر الإسم بالحصول على تصريح خاص من محمد عساف لكن باقي القنوات حرمت من أن تأخذ تصريح من محبوب العرب لا أنفي نهائيا هذا لم يسمح لأي كان تلفزيون الجزائري موجود مباشرة بعد نزوله مع الركح وكانت القناة الخاصة في موقع ثاني أما البقية زملاء لو كانوا في نفس المكان كنا نظمنا شيء مع بعض وحلينا المشكل لكن هذا التفرق واحد هنا وآخر هناك لهذا دائما نحاول أن نغلق الكواليس لأن هذا الشيء العشوائي حتى تغلق الكواليس التي تبقى مكان حميمي للفنان يجي الإعلام يقول لك علىها غلقت عليها الكواليس يا أخي هذه الناس هنا تغير ثيابها هنا يحب يمكن يمشي المكان أو ربما هناك فنان يحب يدخن وميحبش الإعلام يشوفه خصوصية الفنان لما نفتحوا لهم المساحة نقع في أشياء وصور هذه لا تشرف حقيقة لا الثقافة ولا الإعلام ولا حتى مهرجان بوعدو العربي فيما يخص التعاون مع الصحفيين إذا كان بالإمكان فقط مع الزملاء أن نشاهد الصورة كيف تم رفع الصحفيين ورميهم بقوة حتى لا يتمكنوا من أخذ تصريح عساف رغم أن الصور كانت تبين أن عساف كانت عنده رغبة كما نلاحظ في الصور سامير كانت فيه رغبة لإدلاء تصريح حتى بدأ يقول عساف من بعيد أحبكم يا جزائر لأن الأعوان التي كانت تحيط به منعته حتى من أن يدلئ ونلاحظ الصحفي كيف تم رميه بطريقة كما ذكرت لا تشرف التقافة ولا تشرف الإعلام هي مهنة الإعلام نسميها دائما مهنة المتاعب ربما الإعلامي لما هو اتخذ هذا القرار حتى بدون حضور المكلفين بالإعلام أنا كنت موجود هذه اللحظة لكني كنت على الرقح كنت على رقح المهرجان لأنه كان هناك تكريمات إلى غير ذلك لو كنت حاضر في نفس المكان أو أحد اتصل به في تلك اللحظة هل ممكننا أن نمشي مع أهل السيارة؟ كان قرار شخصي من مجموعة من الإعلامين وليس كل الإعلامين كان هناك قرار شخصي منهم أنهم ينزلون للباب السيارة وأكيد هناك مصالح تسهر على أمن الفنانين وهذه صورة الجزائر لابد أيضا لأنه هناك معجبين هناك يستحيل أنك تحكم في هذا العدد للكمه الهائل من المعجبين وأيضا وتختلط الأمور باب السيارة يعني خط ممنوع هناك أماكن التي يمكن الصحافي محمي والفنان محمي لكن هم كانوا خارج حتى الموقع يعني باب السيارة يعني الرجل كان منطلق ولا عصف هل حقا كان يعني الصور شاهدناها هل حقا كان يود أن يعني بكل صراحة يود أن يدلي بتصريحاته؟ هو الفنان يستحيل في مهنتنا أنك تتعامل مباشرة مع الفنان هناك من هو مسؤول عن هذا الفنان من يرافق الفنان ويعني هي حقيقة عشناها مع بعض ساعتين على الرقح يعني شيء متعب ومرهق وكان عنده الطريق برا إلى مدينة قسنطينة لأنه أحيا سهرت أمس حفل في مدينة قسنطينة في قاعة العروض الكبرى أحمد بي وأدل بتصريح مباشرة بعد الحفل لكنه لم يقدم ندوة صحفية من قبل في اليوم أما بالنسبة ما حدث في جميلة فهو قدم ندوة صحفية وبالنسبة إليه قد أدى دوره وكما ربما حدث أيضا مع الفنان الشاب خالد قل لي أنا ندير ندوة صحفية في تيمقاد وندير ندوة صحفية في قسنطينة وندير ندوة صحفية في مصاح الكازيف نفس الإعلام نفس الإعلام ونفس الأسئلة لكن لم يحدث هذا لأول مرة ونحن نتعلم من هذه التجارب وأعتذر ربما بشكل رسمي للزملاء على ما حدث لكن نحن لسنا مسؤولين مئة بالمئة لابد أن يكون هناك تعاون وهناك تنصيق طيب وهذا ما ودنا أن نهضر فقط سؤال أخير حتى نوضح صورة ربما الكثير من المرات تدعي بعض القنوات أنها تملك الحق فقط هي الوحيدة لأتعامل والتغطية الحدث ربما حدثت كذلك نفس القصة مشابهة في ليالي الكازيف يعني في مختلف المهرجانات ما صحة هذه المعلومة تلفزيون الجزائري هو المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن يكون لها حق الحسرية أما باقي كل تلفزيون والإذاعة الجزائرية أما باقي كل القنوات فهي على حد واحد في المعاملة والمساوات شكرا هذه المعلومة التي كنا نود أن نوضحها وشكرا لك سامير على توضيح كل هذه الأمور شكرا على هذه الزاوية من أجل توضيح السورة شكرا لك سامير على قبول الدعوة شكرا لكم على هدية الإصباء والمتابعة